السلام عليكم أصدقاء وياكم عناس لا تنسى الصلاة عن النبي اشترك بالقناة فعل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسى اللايك والمشاركة للفيديو بشرة سارة بعد فوز منتخبنا الوطني العراق على ندونوسيا وفياتنام بالتصفيات الاسيوية المزدوجة منتخب العراق يرتقي خمس مراكز في تصنيف الفيفا لشهر تشرين الثاني الحالي ليستقر في المركز الثالث والستين عالميا لأول مرة منذ سنوات طويلة ليصبح منتخبنا العراق السابع سويا ويعتبر هذا أول مركز يصعد إليه العراق بعد كاس آسيا 2007 بكاس آسيا 2007 كان مركز منتخبنا العراق 64 يعني الآن أفضل من ما بعد أخذنا كاس آسيا إن شاء الله باستمرار الفوز نصل إلى الخمسين قبر عاجل قرارة كاس آسيا تحت 23 سنة وضعت العراق بجانب السعودية وتايلند وتاجكستان المجموعة الثالثة البطولة تنطلق في شهر نيسان لعام 2024 في قطر وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة يتأهلون مباشرة للأولمبياد باريس والرابع إلى الملحق تصريح مدر منتخب شباب العراق عماد محمد يقول علي جاسم ويوسف الأمين من اكتشافاته شين رأيكم بكلامه؟ على ذمة الحكم الرابع نادي الاتحاد السعودي والدحية للقطر يرغبان بالتعاقد مع اللاعب العراق علي جاسم رئيس نادي الكهرباء يؤكد المعلومة بتلقي نادي الكهرباء عن عرض سعودي لم يكشف عن النادي بالتحديد يعني إذا راح للاتحاد السعودي راح يلعبه يا كريم بن زيمو كانتي تصريح يوسف الأمين لموقع ناديه الألماني يقول كأس آسيا قادما نريد أن نذهب بعيدا في نهايات أمام آسيا في الدوحة يوسف الأمين يقول شعرته بفخر كبير بعد تسجيل هدف على أندونوسيا كانت لحظة خاصة جدا وهي أفضل تجربة في مسيرتي حتى الآن لأنه ليس كل يوم تسجل أمام ما يقرب من 65 ألف مشجعا في تصفيات كأس العالم حاليا نحن نتصدر مجموعتنا لكن الطريق إلى كأس العالم لا يزال طويلا جدا كم تقيم يوسف الأمين في تصفيات كأس العالم؟ نادي أينتراكت براونشفاير نادي يوسف الأمين كتب العودة من البطولة الوطنية بفوزين وضربة واحدة في الحقيبة سألنا يوسف الأمين عن شعوره تجاه جولته الدولية مع العراق المدرب العراق ثار جسام يقول منتخب العراق يفتقد إلى صانع اللعب منذ اعتزال نشأ تكرم هل تتفقون مع كلامه؟ فرحة لاعبين العراق تعبر لك مدى حبهم بكاساس الصورة بين لقطتين واحدة في مباراة اندونيسيا والثاني في مباراة فييتنام بحسب المصادر المباراة القادمة للمنتخب الوطن العراقي في التصفيات أمام منتخب الفلبين ستكون في العراق على ملعب البصرة الدول يوم 21 آذار وتصالف إن شاء الله يوم عشر رمضان الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة مساء الكابتن عداندرجال يصرح بعد مباراة فييتنام يقول هذه هي البداية فقط هدف الأكبر هو أن يكون العراق على قمة آسية في السنوات القليلة المقبلة عداندرجال يقول نفتخر بمنتخبنا لما حققه من فوز مستحقار جرده على مستضيفه الفيتنام في مباراة بسط فيها منتخبنا سيطرته على مجريات اللقاء الفوز جاء بجهود سخية وإدارة جيدة من الملاك التدريب وإسرار من اللاعبين على الفوز كون لاعبين كانوا الطرف الأفضل والأكثر استحواذا ألا هم أن نواصل مسيرتنا بالشكل الذي يجعلنا دائما في القمة حيث صدرت ترتيب المجموعة وقد وفقنا فيما خططنا إليه تصريح مدرب فيتنام الفرنسي في ليبتروسيه يقول في جنوب شرقاسي عندما نواجه فرق ضعيفة ومتساوية المستوى أن يستطيع التغلب عليها ولكن عند مواجهة أفضل منتخبات آسية مثل العراق فالاعتماد على الأداء الفردي ليس كافيا كاساس يعيد الثقة لثلاثة لاعبين كادت أن تنتهي مسيرتهم مع المنتخب الوطني العراقي وساما رشيد أهمل سابقا ولكن أصر على تواجده كاساس وهو يصغل ويجول في الملعب ويقدم أفضل أداء الآن مع المنتخب الوطني العراقي وسجل هدف جميل على اندونيسيا وعلي عدنان كان يلعب ظاهي رئيس رون صاب وبعدها رجع للمنتخب العراقي وكاساس لعب بمركز جديد وهو قلب الدفاع وانقذ المنتخب العراقي من هدف كم تقيمه من عشرة في هذا المركز والثالث هو مهند عالمي من بعدما أدركته الإصابة لسنتان فالرباط الصليب اندثر مهند عليه ثم عاد الآن مع كاساس ويلعب الآن مع نادي الشرط العراقي وسجل هدف الفوز في آخر دقيقة من الوقت البدل الضائع على فييتنام قبل يوما بشارة سنتصريحه حول بطولة كاساس يقول من الصعب توقع نتاج بطولة كاساسي قد يكون فيها مفاجآت سنلعب في مجموعة ضمن دونيسيا واليابان وفييتنام وهي فرق متطورة بشكل ملحوظ وسيكون بانتظار المباريات صعب ولكن نتمنى أن نكون على قدر المسؤولية إن اليابان وكوريا الجنوبية لاوفر حظم الفوز بكاساسي ومع ذلك فإن المفاجآت دائمة الحضور في البطولات الكبرى كما تعودنا من الجماهر التي تحضر بأعداد كبيرة تقدم لنا دعم غير مسبوق في كل مباراة أتوقع أن تمتل المدرجات في مباريات سود رافدين ببطولة كاساسي في قطر نتطلع إلى دعم إعلامي ومعازرة واسع من المشجعين الذين يشكلون عنصر أساسيين في نجاح المنتخب ومصدر إلهام وحافظ لللاعبين يسود رافدين قادمين بقوة في كاساسي 2023 المنتخب العراق في تحسن كبير ويضم بين صفوفه لاعبين شباب مع مزيج من لاعبين من أصحاب الخبرة من بينهم عدد كبير من المحترفين في الدوريات الأوروبية والإقليمية المدرب كاساسي يقوم بعمل جيد مع المنتخب وانطلاق الدور العراقي الممتاز بحلته الجديدة كان له دور إيجابة على مستوى اللاعبين ما يشكل إضافة كبيرة للمنتخب العراقي الصحف النرويجية تتحدث إن اللاعب يرفض فكرة الانضمام لمتصدر الدور النرويجي بودو جيلميت لاعبنا العراقي دانيل الساعد يرغب بإحدى الدوريات المتقدمة هناك عرضين من نادي أغسبورغ الألماني والكمار الهولندي وسيجلس اللاعب مع عدارة النادي بعد نهاية الدور المتبقي جولتين منه يكتبون بالتعليقات كم نسبة الشبه بين باشانك عبدالله وجاسم غلام من عشرة مصطفى الآغة يقول ما عجبني أداء المنتخب العراقي رغم الفوز الذي حقق على فيتنام يا حبيبي يا مصطفى الآغة غير ضيعنا هواي أهداف تقريبا خمسة أهداف ضيعناها فيصل عزيزي يقول باشانك لم يقدم أي شيء يذكر لا شوت لا نطح هو باشانك عبدالله تقريبا اللعب 14 دقيقة فقط وللمعلومة هو اللي ساهم بالهدف لعبها لا بايش وبايش عرضها لمهند عليه وسجل هدف الدول السابقة كان نجيب يقول من المهازل المضحك هناك محلل قبل مباراة فيتنام قال نحن لازم نلعب الضغط عالي لأننا سنجار فيتنام فريق قوي ومقدم برنامج قال صحيح وبعد المباراة نفس المحلل قال أفضل شيء لعبنا الضغط عالي ومنعنا فيتنام من الاستحواذ والمضحك نفس مقدم برنامج قال صحيح أبل ما يقصد محمد خلف وعمر رياض صفوان عبدالغني يقول على الجماهير أن تتحمل أيمن حسين رحمة على والديك أيمن حسين صلصني بالمنتخب والجماهير الآن بالقود يتحمله وخطيئة باشنق عبدالله لعب تقريبا 14 دقيقة كلها نزلت عليها انتقادات وما حد يتحمل لشيجلاد مركز الجناح اليسر للمنتخب الوطني العراقي لو أنت مدرب منه تخلي من هاي الأسماء أساسي وهو اسم واحد يلعب جناح اليسر علي جاسم دانيلو السعد يوسف أمين أحمد فرحان يعني حيرة إلما تختار كلهم زيانين اكتبونا أراكم إلما تختارون في المباريات القادمة صفوان عبدالغني يقول محمدي لم يكن بمستواه الطبيعي في مباراة فيتنام طبعا يا كابتن غير من لعبي جناح هو يلعب مهاجم صريح ديربي مثير وتحت أنظار كاساس نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين بين القوة الجوية والشرطة في الجوة الخامسة من دور نجوم العراق حيدر سالم يقود الميناء للفوز على القاسم بهدف الجوة الخامسة من دور نجوم العراق محمد قد بعد ما انتقد المنتخب لعراق فيتنام الآن ينتقد دور نجوم العراق يقول ماذا يكون ثلاثة أيام لابنته هي الدمر للعبين وتعرضهم للإصابات زين العدوة ربما يلعبوا يكون ثلاثة أيام تدري هي تحصل لهم حتى يبتعدون عن السهر